أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين كابتن مجدي جالك ميسج دلوقتي من صديقنا العزيز هاني إدريس من اليونان رئيس رابطة الجمهور الأهلي في اليونان قال لي أمان عليك يا كابتن إسلام تحياتي لصديق المحترم كابتن مجدي طلبة قول له وحشتنا جداً وجمهور باوك مش نسيك لغاية يوم نهازة منتظرينك في أثينا وسالونيكا كابتن مجدي أحسن لعب أجنبي في تاريخ نادي باوك في القرن العشرين أنت يا كابتن مجدي ما تعرفش أو يا أنت مش عارف يا كابتن إسلام أنا فرحت قد إيه باستضافتك لكابتن مجدي طلبة محبينك في اليونان وفي كل حتة يا كابتن مجدي دايماً هنا خليك يا كابتن إسلام كابتن هاني تحياتي لهاني إنسان جميل المصرين دايماً تعرف في الغربة الدنيا بتبقى أنا لسه للأسف ما حاضرتش أهو شرف من قابله إنما هو بتابعين بعض على الفيسبوك بقى أنه فترة هو مقيم هناك دايماً الواحد بيحب المصريين ومعاشين بره يحب يترسلوا مع بعض ويعرفوا أخبار بعض أيو كابتن مجدي مجموعة اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي الحقيقة وكان لهم دور عظيم خلال الأربع خمس سنين اللي موجودين اللي فاتوا يعني في التحية البطولات مع النادي الأهلي زي بتشوف بقى في عصر السوشال ميديا أنت في مباراة بتبقى في سبع سامة وفي مباراة تانية في سبع عرض ما إحنا غايب عنينا التقييم الصح لأن إحنا خلينا نقول مجملاً إحنا شعب عاطف المصريين كلنا شعب عاطف بنكسب مكسب بتبقى كل الدنيا كويسة وحلوة ما فيش مشكلة خالص ما عندناش أي أخطاء ما بنشوفهاش أو بلاش نقول ما بنشوفهاش بنتغضعنا نفرح بقى أو بنلعب ماتش يوحش بنبقى مش شايفين غير كل السلبيات اللي في الدنيا ده غلط ده غلط في الكورة عموما أو في رياضة عموما في الكورة بالذات مش صح لأنك لازم تتعود ولازم نمرة واحد أنا وأنا في شغلي أنا مثلا في التدريب ما بكلمش لعبتي على الإيجابيات غير تاني حاجة على الإيجابيات تاني حاجة تاني حاجة والأول السلبيات اللي حصلت في المباراة ليه عشان ما تتنسيش أوكي عشان المشاكل دي لأن الإجابات اللي أنت عملتها هتتمرن عليها وهو أنت عارف الإجابات اللي أنت عملتها أوكي إنما السلبيات ممكن يكونش أواخد بالك صح فلازم أنا أحط لك فوكس عليها أحط لك على تحتها خطين عشان تفتكرها وأشتغلك عليها عشان تخلص أوكي عشان ما تتعملش لأن أنت بتبقى دايما في حالة عايز دايما تتطور عايز دايما في حالة تطوير عايز دايما نفتكر كده ليفربول مثلا كمثال كده السنة اللي بعد ما خد فيها الدوري كان ضرب غطس في الأول رهيب وما كانش داخل لغاية آخر أربع خمس أسابيع مش داخل الشامبينز ليك تحت حصلت تفرة السنة دي كمل لغاية كده ودخل بدأ التصحيح بتاعه في آخر الأربع أسابيع خمس أسابيع دول ووصلت الشامبينز ليك السنة اللي بعدها اللي هي الموسم اللي فات ده بنفس لغاية أخر السنة بشكل جديد كل ده ليه عالج الأخطاء لأنه شايف الأخطاء وعالجها فإحنا جمهورنا لازم يخلي باله من دي ولعبتنا تخلي بالها من دي وأكيد الفترة اللي جاية كل لعيب عنده خطأ بيحاول يتغاض عنه والجهاز الفني على أعلى مستوى اللي موجود مفروض بيصحح الأخطاء دي كلها وإن شاء الله بإذن الله نبقى في الطريق اللي احنا علي معلولة كابتن تعرض اليومين ثلاثة اللي فاتوا حملة كبيرة جدا ولكن كيف يستغل علي معلول من وجهة نظرك طبعا أنت كنت يعني ما بتلعبش باكلفت لكن يعني بتلعبش مالك يعني ف يستغل كيف يستغل علي معلول خبرته ودوره المهم كلاعب من اللاعبين الكبار في الفرقة شيئنا أمقى بينا طبعا علي معلول من 2016 على ما أتذكر كام سنة وتمن ست سنين في النادي الأهلي وبالتالي له دور مهم منك قائد من الموجودين أنا لو من علي ما أقلقش خالص ولا من جمهور ولا من أي حاجة بس الحمد لله زي ما قلت أصل علي ليه رصيد واللعاب اللي ليه رصيد ما يقلقش ما يخافش رصيده طويل وكبير يعني الخطأ المرة اللي فاتت مش مشكلة وعلى فكرة هاتف